احنا الخيول العربية جميلة 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 متقسمة فروع اساسية منها الفرع اللي هو السلالة المصرية وفيه البوليش وفيه المكس بس احنا متخصصين في الخط المصري لانه افضل لانه انقى الخطوط الخط المصري اتميز بان عباس باشا هو جمع افضل السلالات او الامهات اللي كانت في الجزيرة العربية وقت الفتحات وجمحها هنا في مصر ولما قامت الثورة الخيل دي باقتها ملكة لوزارة الزراعة اللي هي النهاردة ممثلة في محطة الزهراء والخيول دي مقفول عليها ومعتنى بيها من الفترة من فترة عباس باشا للنهاردة فاحنا بنقول انقذ الخطوط فاكيا دخلين على ايه على اكتر بمئة سنة اكتر بمئة سنة فمعتنى بيها ودائرة مقفولة وليها وليها system breeding يعني لو المميز ان ليها كمان الناس المعروف هو الخيل العربية كلها ناس لها معروف لان انا النهاردة عندي مثلا الفرصة دي ولدت المهر ده من خمستاشر يوم ده هنا فيه ده اسمه ايه لسه ما نسمناهش لسه لسه بندق بتيجي نسمني البندق حلو بندق فالمهرة لما الفرصة عندي ولدت باعمل اختار ولادة لمحطة الزهراء اللي هي وزارة الزراعة بيجي لي الدكتور بياخد عينة من الشعر يبعاتها عينة من شعر المهر المهر نفسه اه من شعر جزء ده كده اه المعرفة ويبعاتها المانيا يتعمل لها تحليل دين ايه لما تيجي العينة تثبت ان ده الام هي الفرصة ديت والاب هو الحصان اللي انا ذكره في الاخطار يطلعلي شهادة ميلاد للمهر وشهادة الميلاد يطلعلي الباسبور وبيحق ان مايكروشيب في رقبة المهر تفضل بعمر المهر ما تتغيرش فلازم سيريال نمبر الفرصة والتخصيب بيحصل فين عندك هنا في المزرعة ولا ولا احنا عندنا طلاق طلاق بتاعتنا اه ولكن ممكن نستعين ببعض طلاق الخارجية اه من مزارع تانية في طريقتين للتخصيب هم جعلين بين ولا ايه اه لا هي كبير ده كتير ده ولا ولا تمام يعني هي بس بتحب انها تحيينة يعني اه انا خفت بصراحة ولا ايه اه اه بصوا يا بتاقي في حد هنا جعان في حد ده اتذكر ايه بقى ده مريام اه مهرة برضو من انتاجنا اه مريام ربدان اه بنت ديانا دي صغيرة برضو اه دي مكملتش سنة لان امها لسه مولدتش هيا الفرصة بتنتج كل سنة سنة ونص كويس انت ليك حكاية لطيفة جدا كنا بنتكلم قبل التصوير اللي انا بدأت جمعت مصروفي وانا صغير وجبت مهرة ايه كتفقولة جمعة من هنا من جنبنا يعني مش بعيد وبعدين عملت ايه عدت سنة حوش مصروفي واشتريت مهرة صغيرة وعدت سبرت عليها لأربع سنين لما كبرت وبقت فرصة ويعني دي كانت بداية البداية بس ما كانش ليك سابق خبرة في الموضوع هي مبارد ان حبيت حبيت الهواية هو الخيل النهاردة اللي بتعامل مع الخيل يأما هاوي يأما مربي يأما محب للخيل. الهاوي اللي هو عاوز يركب ده هاوي عنده هواية فروسية نطح حواجز. اللي بيحب الخيل ناس كتير بيتحب الخيل. المربي ده قصة تانية. النهارده ان انا اشيل مسؤولية. انت مربي. انا مربي. ان انا اشيل مسؤولية الفرصة. وسنين. الفرصة دي عندي ونهي عمر ستة شهور. النهارده خدت منها بندق. وخدت منها مؤمن ربان. وارح نهو بقى بندق خلاص يعني. خلاص هو بقى بندق. ليس محترين في الاسم يعني. الفرصة دي معايا بقالها سنين. يعني بقالها سنين. النهارده من عمر ستة شهور. المربي يعني الموضوع مكلف. مكلف. وعي الصبر طويل. ودورة انتاج طويلة. ومسؤولية. لان ده ارواح في الاخر. وارواح. ارواح غالية كمان. يعني انا بالنسبة لي دول زي اولادي. لو الواحد عنده ولدين. خايف عليهم. انا عندي النهارده. ما شاء الله. ما شاء الله. فوق الخمسة وعشرين مهرة. فالمسؤولية دي. المسؤولية دي صعبة جدا جدا. مين بقى بيساعدك هنا في المزرعة. عندي محمود السيد مدير المزرعة. فاهم في الحكاية. اه طبعا. هم. الشباب كلهم عندي من قرية دمو. اه. في الفيوم. دي قرية اساس تربيت الخيول. في مصر. حال. يعني ما فيش بيت في القرية دي. إلا ما تلاقي عنده. اه. حد شغال في المجال الخير. احنا عندين هنا ده في لعب هنا هو. اه. بعكسه بعض. هي. هي. هيا الفرسة دي ان شاء الله تولد ع العيد. يعني. يا فضل الله ايام. ديانا فبتعاكس المهر الصغير هنا في مين عندي هنا خير دي برضو من انتاجنا خير أنا بلغوني الفجر أنها الفرسة أمها ولدت